دعوني أرحب به خلاص حسامي الغامري في الحلقة التانية أهلا بك أهلا بك أهلا بحضرتك وفخور إن أنا مع حضرتك للمرة التانية ولو كاره الكارهون وما أكثرهم بالتأكيد يعني لن يكون هناك ترحيب وجودك أساسا في مصر ولن يكون من الآخرين طبعا من الأغيار نقدر نسميهم الأغيار هم بيعتبرونه فعلا كده إيه الوصف ده الوصف الأغيار ده غريب جدا عليه هو وصف الأغيار الحقيقة ده في التلموت بيصفوا فيه كل ما هو غير يهودي آه من الأغيار the others لكن الحقيقة أنا بعد تجربتي في 9 سنين في اسطنبول من البدايات اكتشفت إنهم حقيقة تعاملهم مع كل من هو ليس من الإخوان المسلمين أنه من الأغيار يعني إحنا بالنسبة لهم الأغيار يعني أنا أقول لك حاجة طريفة أستاذ ناشئة في الفترة قبل ما قبل 30 يونيو كنت أنا بتابع على السوشيال ميديا حاجة بتتكلم عن ابتسامتهم الصفرة البتسامة الصفرة البتسامة الصفرة وأنا منحظ إن فعلا في مصر ما ألتقتش ما أجدش ده سابق تجربة مع حد يخذ المسلمين ده كان في ودني جملة البتسامة الصفرة يمكن ده عاي سياسية يعني ضدهم لما روحت إسطنبول يعني وجدت نموذج لابتسامة الصفرة ده ده أكل شيء أي حد إخواني بيقابلك بالابتسامة الصفرة فاكتشفت إن ده توجيه داخل الأسر اضحك في وشه ثبته خد من اللي أنت عايزه فمن كتر إيمانهم بالتوجيهات اللي بيخدوها داخل الأسر فبيخش عليك مصدر لابتسامة الصفرة فدي مرجعيتها لأن أنا طبعا عند فترة معينة بقى حاولت نفسي تاني لباحث بدعا بسورة الظوهر الغريبة أنا بزعجني يا زناشة حتى الغد دلوقتي لما لقي شاب من شبابه متحمس يقول لك قال إخوان هم شرف الأمة بمرتي يا حبيبي أطهار إخوان أطهار ده أنت لو شفت عشر اللي أنا شفته في اسطنبول من فساد مالي وفساد أخلاقي وفساد نفسي وفساد خلقي وكذب يا أخي تكسف أنك توصفهم بالأطهار دليلك إيه أنت ما شفتش لو شفت عشرة في المائة من اللي شفته كل أنواع الفساد ده وصلت لمرحلة يعني اتخالي مع صديق مخرج كلام ده هو ناشر وعرفيس يعني هم مدايقين من نجاح ومخرج أفلام موسائقية وقناع على فلوس يعني يحطوا برنامج تجسس على موبايل زوجته ويتتبعوها وكلام ده كمان رفع للقضاء في تركيا فأنا يعني مش بقول أسرار وتداول فاللي بيقول الإخوان أطهار دي بقى رفت عليه شاب صغير أقاني متحمس فكني كارهو أنا بقوله أنفت بجلدك من هذا التنظيم الحقيقة إخوان التمويل طيب خليني أنت لما مشيت من مصر على تركيا كنت رايح وراء زي ما قلت في الحلقة اللي فاتت أنت كنت متخيل أنه ده طريق الصواب وطريق الحق لكن دلوقتي أنت بتكلمني في الجزء الأولاني قلت لي أنا ما كانش ليه سابق أن أنا تقابلت محد إخوان آه فعلا زي ما تقابلتش محد إخوان وراح وراهم توقيا مرضو لغز ولا عادي لا الحقيقة أنا نمط حياتي هنا في مصر أنا خالي كل تختارهم السياسية ويعني يذكروني أسات زيتي دكتور علي الدين هلال ده كان فرحان بي عشان جواز اللي كنت بأخدها لفريق المصر وكانت دايرة معارفة أصدقائي مفيش فيها الإخوان صح فيه أعتقد فيه كان فيه جديدة الزمان اسمها كل العرب كتبت فيها شوية بتاع ما قال في اليوم السابع شغل مصر بس ما كانتش ليك انخراط مع جماعات إسلامية خالص ولا خرجت بره مصر روحت حتة كده ولا كده قبل تركيا طه 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 أصدك على ديوتل على أن أنا شاركت في قديسة وابا عايز كل اللي تقال ده عايزة حقيقة واشكورك على ده سنة 95 أنا كان عندي 23 سنة أنا مودي 72 وكنت ما زلت طالب فيه كنت تتصدر بساسية وكنت يعني من الآخر مرحت أستدان؟ لا خالص مرحت أستدان؟ في التوقيت ده أنا بسأل أسئلة لأنه دي اتهامات ليك أنا بقولك أنا في السنة دي 95 عارضت مصرحات الكلاب لأيلندي على مصرح الطليعة ومتصور على يميني ناديا لطفي وعلى شمالي جورج جسدهم في نفس السنة 95 عارضت في مصرح الطليعة لأي جديد موثقة في وزارة الثقافة فمتصور ومحضروا لعرض وكانوا في السفر وكانوا فرحين جدا وقالوا لي نتصور وطبعا أنني سلمت على الله يرحمها مدام ناديا لطفي وفاكر نظر تانيها عبد الحليم حافظ طبعا فإزاي كنت في السودان 95 سينيا